اهلا بكم الى هذه النشرة والتي نبدوها بالعناوين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث مع سعادة وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة سبول تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يزور المقر الرئيسي لهيئة الاشغال العامة ويوجه بتسريع وطيرة العمل وانجاز المشاريع القائمة تكريم اهل العلم والمعلمين واعلاء شأنهم وتقدير دورهم في حمل امانة العلم تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإزارة التعليم والتعليم العالي تحتفل بيوم المعلم وتكرم قدام المعلمين تقديرا لجهودهم لم تخفق دولة قطر في ايصال اي شحنة الى اي مستورد للغاز في العالم سعادة وزير الطاقة والصناعة يؤكد ان دولة قطر لم تخفق اثناء الحصار لإيصال الشحنات لكل مستورد الغاز في العالم اهلا بكم استقبل معالي شيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة والوافد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك قام معالي شيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة الى المقر الرئيسي لهية الاشغال العامة ووجه معاليه بتسريع وطيرة العمل وانجاز المشاريع القائمة تنفيذا لتوجيهة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة والوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المتكاملة لتحقيق إرث حقيقي للأجيال القادمة كما وجه معاليه بأهمية الانتهاء من أعمال الخدمات والمرافق بالمناطق السكنية وأراضي المواطنين وفقا للمواعيد المقررة وتسريع طرح مناقصات البنية التحتية لأراضي المواطنين بالإضافة الى دعم وتسهيل الإجراءات لتشجيع وتأهيل المصانع الوطنية وتم خلال زيارة استعراض وبحث إنجازات الهيئة خلال العام الجاري بشكل شامل ومراجعة أدائها والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية كما تم استعراض أهم المشاريع التي تم التي من المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي وتطور تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية بالإضافة الى استعراض الخطط والمشاريع المستقبلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا تحت رعاية معالي شيخ عبدالله بن ناصب الخليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احتفلت وزارة التعليم وتعليم العالي بيوم المعلم بحضور سعدة السيد أحمد بن عبدالله المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جرى خلال الاحتفال تكريم مئة معلم ومعلمة من قدام المعلمين تقديرا لجهودهم في المنظومة التعليمية والتربوية رسول العلم شكرا تقولها قطر مجددا للمعلمين في يومهم تقديرا واحتراما وتعظيما لدورهم في بناء المجتمع إن احتفالنا اليوم يأتي تأكيدا لالتزاماتنا وتعهداتنا الدولية وتجسيدا لقيمنا الإسلامية المتأصلة في موروثنا الحضاري والثقافي بشأن تكريم أهل العلم والمعلمين وإعلاء شأنهم وتقدير دورهم في حمل أمانة العلم وأداء رسالتهم في تعليم الأجيال وفي التأثير الإيجابي الكبير في محيطهم ومجتمعهم أكثر من مئة معلم ومعلمة كريموا في هذا الحفل الذي أقامته وزارة التعليم والتعليم العالي تقديرا لجهود المعلمين في تنشئة الأجيال وتعليمها وتأهيلها لقيادة المستقبل اليوم هذا نعتبره يوم فرحة لجميع موظفين وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم نحن فعلا نقدم كل الشكر والتقدير للمعلم مثل ما تعرف المعلم هذا يعني لا دور كبير جدا خاصة في تطوير المجتمع دور كبير جدا في تقديم القيم والمهارات المختلفة طبعا دعم له محدود ما شاء الله ما شاء الله يعني وفعلا فعلا الدولة ما تقصر معنا بالذات مع المعلم يعني الشعور ما يوصف يعني نحس أنه تعبنا وهالسنين في ناس قاعدة تقدرة في ناس قاعدة تكرمنا تقول ترى أننا حاسين بتعبك فأكيد بسعادة كبيرة بفخر ومسؤولية جاية أكبر يعني هالتكريم يعطينا أنه أنتوا ما قصرتوا نطلب منكم جهد أكثر تعزيز الوعي بقضايا المعلمين وتطوير مهاراتهم عبر البرامج التدريبية المنوعة أمور تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي على رأس أولوياتها فالعام الماضي وحده تجاوز عدد من استفادوا من الدورات التدريبية التي أقامتها الوزارة 6800 معلم ومعلمة كما تسعى الوزارة أيضا إلى رفض قطاع التعليم في الدولة بالكفاءات القطرية المميزة إذ شهد مطلع العام الدراسي الحالي انضمام 164 معلما ومعلمة قطرية إلى مهنة التدريس أكد أسعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية الدور الذي يلعبه منتداء الدول المصدرة للغاز في تطوير استغلال الغاز الطبيعي بكفاءة وفي نشر الوعي بالنتاج الإيجابية التي ستعود على البيئة نتيجة التوسع في استخدام الغاز كوقود كما شدد سعادته خلال كلمته التي ألقاها خلال ترأسه لوفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمنتدى الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو على أهمية الدراسات والبحوث التي تصدر عن المنتدى مؤكدا سعادته على أن قرار القيادة الرشيدة في دولة قطر بزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال من سبعة وسبعين مليون طن سنويا إلى مئة مليون طن سنويا خلال الفترة من عام الفين واثنين وعشرين إلى الفين واربعة وعشرين جاء لمواكبة النمو المتوقع في الطلب أنشأت دولة قطر وروسيا الاتحادية لجنة مشتركة تحوي على أعضاء من جميع القطاعات تدفع بالعلاقات القطرية الروسية وطبعا على رأسها العلاقات في مجال الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي قطر بدلت مجهود كبير جدا في فترة الحصار المفروض عليها حيث لم تخفق دولة قطر في إيصال أي شحنة إلى أي مستورد للغاز في العالم اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع سعادة دكتور ليان فوكس وزيرة تجارة الدولية بالمملكة المتحدة جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين واستبول الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشيرة إلى تزايد قلق المجتمع الدولي تجاه استمرار ارتفاع وتيرة ظاهرة اللجو والنزوح في أنحاء العالم جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي يلقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينيف انطلاقا من حرصها على تعزيز الشراكة والحوار البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت دولة قطر على أن المساهمات التي قدمتها للمفوضية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت قيمتها ما يقارب المائة مليون دولار أمريكي امتدت مساهمات دولة قطر التنموية والإغاثية إلى أكثر من مائة دولة حول العالم وتدعم ما يربو على عشرة ملايين طفل وتبني قدرات مليون ومائتي ألف شاب عربي ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم ووصلت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر إلى 13 مليار ريال قطري كما قامت دولة قطر بإنشاء صندوق للتعليم والتطوير المهني لصالح اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الإنسانية الفاعلة في حين وصلت قيمة التبرعات المقدمة من دولة قطر للعام 2017 لخطط الاستجابة الإنسانية والتبرعات الطوعية الأخرى إلى 26 مليون و700 ألف دولار أمريكي حيث خصصت لثلاث دول وهي سوريا واليمن والصومال وصل حجم المساعدات القطرية منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 إلى أكثر من مليار و600 ألف دولار أمريكي كما قدمت دولة قطر مساعدات إلى فلسطين خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 ناهزت مليار و300 ألف دولار أمريكي وبلغ حجم المساعدات القطرية إلى اليمن في الفترة من عام 2010 وحتى 2016 إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي وتقوم دولة قطر بصياغة وتنفيذ خطة دعم للاجئين روهينغا ستستمر دولة قطر كعادتها في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومواصلة التعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية وأشار سكرتير الثاني بالبعثة القطرية في الأمم المتحدة طلال راشد الخليفة إلى أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة لتنظيم مجال الأمن المعلوماتي والسبراني ومعاقبة مرتكبي جرام القرصنة الإلكترونية يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي وقال إن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تقوم بمثل هذه الأفعال يعرض وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية لما يحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية ويعيد وفد بلادي تأكيد بأن قيام مؤسسات وتشراعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة تحت عنوان مزاعم اتهام دولة قطر بالإرهاب عقدت في جامعة قطر ندوة شارك فيها عمداء كل من كلية الشريعة ودراسات الإسلامية وكلية القانون وكلية علم الاجتماع السياسي ناقشت الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الجامعة ثلاثة محاور أساسية هي مزاعم دول الحصار في اتهام قطر بالإرهاب والحكم القانوني في قيام دول الحصار باستحداث قوائم الإرهاب وحث الدول الأخرى على اقتباسها إضافة إلى البعد السياسي لتهمة الإرهاب وتاريخها طبعا مسألة حصار دولتنا دولة قطر بهذه الكيفية هي في حقيقة أمرها صدمة للمجتمع الخليجي تحديدا والمجتمع العربي والدولي فيترتب عليه عدة أمور أولا وقفة مع الذات كما نقول وقفة مع المناهج الدراسية وقفة مع النظام السياسي المتبع في دول المنطقة الدول الأقليمية ووقفة مع المجالس الموجودة مثل جامعة الدول العربية مثل مجلس تعاون الخليجي تشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل إدارة المرور تدشن أول أسطول للسيارات المجهزة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث لا يتوقف نبض الحياة وتتسارع فيه روافد الاقتصاد ومكوناته تتغير المؤشرات وتتفاعل الأرقام بتشكل صورة حية لواحد من أسرع الاقتصادات نموا حراك اقتصادي نواكبه ونصحبها نبض الاقتصاد الصورة الكاملة أهلا بكم بمناسبة اليوم العالمي للقلب نظم المستشفى الأهلي فعاليات عدة تضمنت فحوصات مجانية للزائرين وقياس العلامات الحيوية للقلب وعمل فحص للدم وقياس ضغط الدم وسكر بمناسبة اليوم العالمي للقلب أقيمت فعالية هدفت لنشر التوعية بين المواطنين والمقيمين وتضمنت فحوصات مجانية للزائرين نتشرب في هذا اليوم فعلا لإحياء هذه الفعالية وهي انطلاقاً وهي اليوم العالمي للقلب وهي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية المناطة بالمستشفى الأهلي كما تعلمون الهدف من هذا الحدث وهذه الفعالية هو نشر التوعية الفحوصات المجانية التي قدمت ركزت على قياس نسبة الدهون والسكر في الدم إضافة لأي فحوصات لازمة الفحوصات التي تعمل اليوم هي قياس نسبة الدهون في الدم قياس نسبة السكر في الدم تخطيط القلب سونر للقلب أو أي فحص نستطيع قيام به لثبات صحة القلب زائروا هذه الفعالية أثنوا على التنظيم الموجود والسلاسة الفحوصات التي أجريت لهم الفحص بس عشان نتأكد أنه ما في مشاكل بالقلب خاصة ممكن أن أخذ أدوية ضغط أو شيء زي هك الحمد لله العملية كانت مرينة وسهلة والكادر كانت بروفيشنال بالفحص وطريقة الفحص الإحصائية الأخيرة لمستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية كشفت استقبال المستشفى لما يقارب 94 ألف مريض قلب خلال الفترة الممتدة ما بين بداية عام 2016 والربع الأول لعام 2017 ويحرص مستشفى القلب دائما على إدخال أحدث الأجهزة انطلاقا من اهتمام الدولة برعاية مرض القلب تنشنت الإدارة العامة للمرور أول أسطول لسيارات المجهزة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تحت الشعار من حق أن أسوق كما تم تجشين خدمة جهاز الآيباد الذي يتم من خلاله جلوس المتدرب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المركبة وتتلخص فكرة السيارة في إضافة توصيلات مساندة تعلم المتدرب القيادة بالأيدي دون استخدام الأرجل أو عمل توصيلات لدفع الدعاسات والبدالات لتكون في متناول الأشخاص قصيري القامة كما أنها مجهزة لتتوافق مع احتياجات مختلف الإعاقات الآن إن شاء الله بندشن اليوم اللي هي سيارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة هذه السيارات مصممة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة على حسب وقدر إعاقتهم الموجودة يعني هذه السيارة مبشرط أنها تكون الاستندر الموجود عندنا الآن الاستندر الموجود خاص لإعاقه في القدم ولكن إن شاء الله إحنا عندنا قدرة في عندنا ورشة في أكاديمية الدلة على أنها تعمل سيارات بجميع الأحجام وجميع الخاصة للتدريب اللي هي احتياجة خاصة على حسب قدر الاحتياجات الشخص نفسه ولأن نأخذكم في هذه الجولة الاقتصادية أكد المهندس سعد بن شريدة الكعبية العضو المنتدب والرئيس تنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة قطر غاز التزام قطر للبترول بالحفاظ على سمعتها العالمية كمنتج ومورد طاقة آمنة وموثوق بها وأضاف المهندس الكعبي خلال كلمة له بحفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه وتستضيفه قطر غاز تكريما للشركات اليابانية التي لها شراكات تجارية معها إن قطر للبترول تمضي قدما في استكشاف الفرص وتعزيز شراكاتها الدولية ومكانة قطر الرائدة كلاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز العالمية كما أكد على رغبة قطر للبترول وشركاتها التابعة القوية في الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع أصدقائها في اليابان وتطويرها سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا شهر الماضي بنحو ثلاثة دولارات واربعة وثمانين سنتا البرميل على أساس شهري ليصل إلى مستوى اربعة وخمسين دولارا واربعة وسبعين سنتا البرميل في حين سجل خلال يوليو الماضي سبعة واربعين دولارا وثمانين سنتا للبرميل بعد مرور عام على صدور توقعات من قبل تقارير دولية بأن يشهد العام الفين وسبعة عشر انتعاشة في موازنات الدول النفطية حافظت أسعار النفط العالمية خلال الشهرين الماضيين على أسعار مرتفعة بل وصلت بها في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في عامين بعد الانخفاض المتواصل وواصلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاتها لتصل إلى مستويات قياسية حيث سجل النفط البري في سبتمبر أربع وخمسين دولارا وخمسة وثمانين سنتا للبرميل مرتفعا بنسبة سبعة وثمانية عشر في المئة عن أغسطس الماضي بعد أن كان قد ارتفع في يوليو بنسبة ستة وثلاثة عشر في المئة عما كان عليه في يونيو الذي وصل إلى ستة وأربعين دولارا ونصف الدولار للبرميل أما النفط البحري فقد سجل في سبتمبر ثلاثة وخمسين دولارا وستين سنتا للبرميل مقارنة مع أغسطس الذي سجل تسعة وأربعين دولارا وخمسة وتسعين سنتا للبرميل مرتفعا بنسبة سبعة وثلاثة عشر في المئة بعد أن ارتفع في يوليو بنسبة ستة وأربعة عشر في المئة عما كان عليه في يونيو كل ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنية حيث تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى خمسة وأربعين دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 ووفقا لآخر إحصائيات رسمية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ثمانية ونصف في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بدعم من نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية لا سيما النفط والغاز الذي قفز بنسبة خمسة عشر وستة عشر في المئة وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة وثمانية عشر في المئة خلال العام الحالي مدعوما بنمو القطاع النفطية ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية على القطاع النفطية وإنما زاد إجمالي قيمة الصديرات غير النفطية للدولة خلال شهر أغسطس الماضي ليبلغ مليار وسبعمائة وتسعين مليون ريال مقارنة مع مليار وثلاثمائة وعشرين مليون ريال في يوليو بفضل تجاوز الشركات الوطنية كل العقبات التي حاولت دول الحصار وضعها أمام وصول منتجات قطر إلى الأسواق العالمية وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني تتعلق بمجال سلامة الطيران المدني وذلك بمقر الوكالة الأوروبية في مدنة كولونيا الألمانية وقع المذكرة عن دولة قطر سعدة سيد عبدالب الناصر تركي الإسباعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن الوكالة سعدة السيد باتريك كي المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بعد جولة من المباحثات الثنائية بين الطرفين إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات سلامة الطيران المدني سجلت برصة قطر تراجعا في ختام تعاملات خامسة جلسات الأسبوع نتيجة ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى ثمانية آلاف ومئة واثنتين وثلاثين نقطة فيما سجلت أحجام متداول أكثر من ستة ملايين وستمائة واثنين واربعين ألف سهم بقيمة لامست مئة واثنين وخمسين مليون ريال نشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الإحوال الجوية اليوم تتام منافسات جولة الدوحة من بطولة كأس العالم فينا إيروف للسباحة ترجمة نانسي قنقر 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 على السبقات التي جرت منذ بداية اليوم في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية السوينية سارا ستروم فرضت نفسها بقوة في اليوم الافتتاحية حيث تويت بثلاث ميدالية ذهبية بينما كان الروسي فلاديمير موزروف والجنوب أفريقية شادلو كلوز هما الأبرز في منافسات الرجال حيث حقق كل منهما ميداليتين ذهبيتين أنا سعيد جدا بالمنافسة في الدوحة والحذور للمشاركة في بطولاتها متعة الحقيقية في المنافسة فيها البطولة تأتي والاتحاد القطري لصباحة يجني ثمار النجاح بالتتويج بلقب الاتحاد المثالي في يوم التمييز الرياضية ليكون تنظيم البطولات الرياضية علامة مسجلة للكوادر الوطنية الحمد لله رب العالمين مشهود لنا التنظيم تنظيم الغاوة الحمد لله تسبنا خبرة كبيرة على مستوى انتظيمات في الفترة السابقة الحمد لله رب العالمين الله موفقنا وإن شاء الله الله يوفقنا في اللي غادم بإذن الله رب العالمين الزباحون يتنافسون على ألقاب جديدة في اليوم الختامي للجولة الخامسة ومع ختامها سنعرف من المتوجي بالنسخة الحالية في الدوحة توصلت منافسات بطولة كأس الاتحاد القطري لرماية والبندقية والمسدس والقوس والسهم التي تستمر منافساتها حتى السابع من أكتوبر الجاري وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من جميع رومات وراميات المنتخبات القطرية بالإضافة إلى مشاركة الرماء الشباب الذين يخضون أجواء هذه البطولة للمرة الأولى في نهايات منافسات المسدس والبندقية عشرة أمتار حل الرامي محمد طالب الشمري في المركز الأول في منافسات الناشئين فيما جاء في المركز الأول بمنافسات الشباب الرامي مصفر سالم المري هدف طبعا من هذه البطولة نحن هم نهم شيء على أساس الاختيار من الرميات المتميزات سواء كان في الرجال أو كان في النساء أو الشابات أو الناشئين والهدف الآخر إن شاء الله بنختار الناشئات بالذات تذكيدنا عن الناشئات لأنه عندنا بطولة أسيوية رقم عشر بتكون إن شاء الله في اليابان في مدينة واكو شهر 12 من 6-12 إلى 12-12 والبطولة هاي بيكون فيها طبعا تأهيل للإنبيات رقم ثلاثة اللي إن شاء الله بتقام في الأرجنتين في شهر عشر السنة القادمة 2018 هذا كل ما لدينا في هذه النشرة تذكير بالعناوين معالي رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث مع سعادة وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ذبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين معالي رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية يزور المقر الرئيسي لهيئة الأشغال العامة ويوجه بتسريع وطيرة العمل وإنجاز المشاريع القائمة تكريم أهل العلم والمعلمين وإعلاء شأنهم وتقدير دورهم في حمل أمانة العلم تحت رعاية معالي رئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية وزارة التعليم والتعليم العالي تحتفل بيوم المعلم وتكرم قدام المعلمين تقديرا لجهودهم دولة قطر في إيصال أي شحنة إلى أي مستورد للغاز في العالم سعادة وزير الطاقة وصناعة يؤكد أن دولة قطر لم تخفق أثناء الحصار لإيصال الشحنات لكل مستورد الغاز في العالم نهاية النشرة شكرا لكم للمتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر